اكتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة جهود العمل في عدة ملفات أكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي تريه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة بهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي لكونه يمس حياة المواطنين كما يرتبط بجهود دفعي الاستثمار وتحقيق أهدف التنمية بمفهومها الشامل وخلال الاجتماع عرض محمد شاكر وزير الكهرباء الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية وتلموية وكذا إنشاء المحطات والمحاولات والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء لافتا إلى أن ذلك التطوير سهم بشكل كبير في تقليل حدة الانقطاعات لا سيما في فصل الصيف مع معالجة الأعطال بشكل سريع وفاعل كما تناول الوزير أبرز الخطوات التي تتم بملف جزب الاستثمارات في مجال الطاقة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات خاصة في مجال الطاقة المتجددة ترجمة نانسي قنقر